يستعد ضحايا حرب غزة عام 2014 للتحقيقات التي أعلنت عنها محكمة الجنايات الدولية حول جرائم حرب الاحتلال في القطع يأتي ذلك في ظل التحضيرات الجارية للفريق القانوني الفلسطيني للتوجه إلى لهاي لمتابعة تشكيل المحكمة فريق التحقيق المختص لا بد للقانون أن يأخذ مجرأة جملة تتردد على مسمع الكثيرين في غزة رغم أنها لم تكن في السابق واقعا ملموسا لكنها اليوم باتت ممكنة مع قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال عام 2014 أبو عمر بكر وزوجته من ضمن ست عائلات في قطاع غزة تقدموا بدعوة قضائية لمحاسبة الاحتلال على جريمته بحق أربعة أطفال من أحفادهم استشهدوا قبل سبع سنوات بصواريخ الاحتلال توجهنا لهاي هي حقوق الإنسان ورفعت قضية وإحنا يوم ما طلع القرار من المدعية العامة لقضايا الحرب 2014 في الجنائية الدولية بقى عنا صحيح تأخر تأخر القرار لكن إحنا متأملين بالقرار رسالتنا يبين الحق وينصروا الحق على الباطل وحق أولادنا هذه جريمة كانت حق البشر يعني جريمة فاجعة فاجعة كانت أطفال يلعبوا يكتلوهم بدم بارد هذا عاهد فقد أطرافه السفلية بغارة من طائرات الاحتلال عام 2014 ويطالبه الآخر من خلال دعواه القانونية بمحكمة جيش الاحتلال أنا قدمت شكوى عند حق الإنسان على الجريم اللي فعلوها فيه كمثل ومثل غير في قطاع غزة ونطالب المحكمة الدولية الجنائية على محاكمة الاحتلال بالجرائم اللي فعلوا فينا أهل القانون في غزة يرون أن من المبكر الحديث عن محاكمة للاحتلال خاصة أن الجنائية الدولية في طور جمع المعلومات والأدلة حول جرائم الحرب عام 2014 ليس أكثر هناك أمل كبير في أن تتحقق العدالة في هذه المنطقة من العالم إعلام فتح التحقيق وبالنظر للوقائع والمعطيات الميدانية هناك إجماع على أن جرائم حرب ارتكبت وانتهكات جسيمة ومنظمة لقوال القانون الدولي الإنساني وبالتالي نحن نعتقد أن أي عمل مهني سيفضي إلى إدانة دولة الاحتلال عوائل الشهداء والجرحى لن تكون مطالبهم سهلة المنالة في ظل مساعي الاحتلال لإيقاف تحقيق المحكمة الدولية من خلال زيارات رئيسه رؤوفين ريفلان لدول أوروبية بهدف التحذير من تداعيات التحقيق والتنصل من أي استحقاق قانونية لا يضيع حق وراءه مطالب هذا لسان حال آلاف ضحايا حروب الاحتلال على غزة الذين يرون في العدالة الدولية سبيلا لإنصافهم ومحاسبة لمجرمي الحرب غازي العلو القناة رؤية غزة فلسطين